اشتركوا في القناة واستقبل القبلة وقام على راحلته يدعو الله وقال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا الموقف الذي طالت له أشواق الحجين وهم يأمون بيت الله الحرام يرقبون بشغف تلك اللحظات التي يقف فيها أحدهم على صعيد عرفات ويبكي هناك مع الباكين ويرجو هناك مع الراجين رجاء أن يكون فائزا مع الفائزين ومقبولا بين المقبولين سواء تجالس وأن تجالس أو أن تواقف كله ادعو ربك سبحانه وتعالى وألح على ربك في الدعاء وقل أن بعض الناس يشقون على أنفسهم ويذهبون إلى جبل إلال أو جبل عرفات ويتزاحمون عنده وهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قبير أكثر من الدعاء لا تبخل على نفسك ولا على إخوانك يبغي أن تدعو لكل الناس جميعا واستمر عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه وإلحاحه بالدعاء حتى غربت الشمس وتعكد من غروبها وعدرك جزءا من الليل ثم دفع من عرفات إلى مزدلفة فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها سواء وصل في وقت المغرب أو بعد دخول وقت المغرب أو دخول العشاء ترجمة نانسي قنقر